السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحلقة الثانية مع RedStream في هاي الحلقة سنستكبل ما بدأناه في الحلقة الأولى وهو نشرح عن مبادئ الستريم وكيف بيمكننا ننشئ ستريم ونضيف عليه Data كنا حكينا في الحلقة الماضية كيف بيمكننا ننشئ ستريم ونضيف عليه Event وقلنا في عنا Stream Name للXAdd وبعدين عنا Key Value Source Web هاي Key وهي Value وAmount Key والValue 100 وطبعا هون لو استخدمنا Star عشان Auto Generate للUnique ID في حالات نادرة أنت بإمكانك تستخدم تسوي Generate للإد Specific ID لكن صراحة Not Recommended الموضوع شوي معقد يعني طيب فالXAdd في مجموعة Options نحن رح نحكي الآن عن Two Options وهمين ويمكن الأكثر استخداماً أول شيء No Make Stream هذا الOption No Make Stream بيعني أنه لا تسوي Stream يعني هلا الRequest هاد في هذا السطر اللي اسمه Request هذا اسمه Stream أما لما عم بيسوي XXAdd للستريم الاسمه Request عم بيضيف عليه Event ففي الDefault Value تبعاً No Make Stream إذا ما كان موجود الستريم الاسمه Request Redis بيانشئه بيضيف عليه Event فنومكستريم إذا كان ستريم مو موجود بكل بساطة ما بيتم إنشاؤه بيرجعنا Null كValue لأنه XAdd عادةً بيرجع الـ ID تبع الـ New Event اللي أدد على الستريم هذا مثال XAddRequest No Make Stream بعده بتضيف الـ Options الثانية في هاي الحالة لو كان الستريم الاسمه Request ما هو موجود فما رح يتم إنشاؤه طبعاً ما رح يعطيك Error Command وإنما رح يرجع لك Null وإذا كان موجود رح يضيف الـ Event ورجع لك الـ ID الـ Option الثاني اللي هو الماكسلينس نحن قلنا في المرة الماضية إذا كان الستريم فيه حجم داتا كتير كبير أو فيه Option في الستريم أنه نجبر الستريم ما يكون فيه داتا أكبر من حجم معين يعني مثلاً منقول أكتر من 100 ألف Entries في نفس الوقت في الستريم اللي اسمه Request ما بيصير يكون موجود فلو إجانا 100 ألف واحد بيتم حزف واحد من الـ Old Entry بيحزفه وبيضيف عليه New Age Entry طيب هاي كيف من هذا XAddRequest ماكسلين 2 إيش يعني ماكسلين 2 معناها الستريم اللي اسمه Request ما بيصير يحتوي at the same time أكتر من 2 Entries طب الآن الآن لو كان فيه خمسة ونفزنا هذا الـ Command بيحزف منه أربعة وبيضيف واحد بيصير إيش وبيعندك اثنين المهم ما بيصير يتجاوز الـ 2 طبعاً راح يشوف عليها مثال الـ Command الأخير راح يشوفه اليوم هو XDel اللي هو منحزف إيش منحزف داتا من من RedStream نحن حكينا إنه RedStream هو Append Only لكن في هذا الـ Command والـ Extreme والـ Extreme عفواً اللي هي تمكننا نحزف داتا أنا ما شوف تراحة هدول الـ Command موجودين في Kafka أو رابط MQ ما عندهم إمكانية تحزف Value مجرد وضيفة لعندهم Stream في Redis يمكن عنده هاي الميزة الإضافية المهم الـ XDel Command اللي في Redis ما بيحزف الـ Entry من الـ Stream مباشرةً يعني لو أرسلنا Command اسمه XDel على Stream اسمه Request وبعتنا أول ID وتاني ID Actually Redis ما بيحزفهم مباشرةً من الميموري وإنما بحط عليهم Flag إنه deleted طبعاً هذا سببه إنه بيستخدم Redis شيء اسمه RedX3 RedX3 هو Structure Binary Structure في الميموري عشان نخزن Data بطريقة فقالة وRedis واحدة من التول اللي بتستخدم هذا الـ Algorithm بشكل كتير كبير المهم والـ Structure هذا اللي بيعتمد على RedX3 اسمه Micro Macro Node Macro Node في Redis لو كل الـ Items اللي فيه deleted يعني Marked as deleted يتم حزف هذا النود كله بشكل كامل طيب خلنا الآن شوف مثال حاول هذا الموضوع أول شيء نحن رح نجرب إنه No Make Stream لو تشوفوا هون نحن ما عنا Stream ما عنا ذاتي Run راح رجع رجع نل اللي هو ما ما سوى شيء لأنه ما في Stream ونحن قلناه الواصلة لا تنشي Stream طيب رح نجرب المثال الثاني اللي هو Maxlin خلنا نضيف ثلاثة الآن انتبهوا السورس هون مثلا Mobile Web Amount 100 إلى آخر طيب ننفذ هذا المفروض هذا إيش بيقول هذا الCommand عملية إيش رح يسوي لازم ما يبقى في Stream الاسمه Request أكتر من 2 وبالتالي المفروض هو يحزف 2 من هدول ويترك 1 2 من هدول ويترك 1 ويضيف الجديد فهلا Run Run لحظوا هون كما عنا 3 Refresh صاروا 2 صاروا 2 لحظوا آخر واحد ضل هو هاد ونضاف هذا الجديد فهو حزف الأقدم وترك واحد بهو أحدث واحد وضاف إيش الجديد طيب بالنسبة لX Delete طبعا هون X Delete لازم ناخد هذا الCommand وإلا ما رح يسوي شيء هون في هاي الحال Read هل موجينا Run طبعا هلا نحن صحي قلنا إنه Redis ما بيحزفه من الميموري لكن هذا لا يعني إنه يظل readable Run Run لاحظوا اللي الـ ID اللي ضفناه من شوية بهذا الـ ID تم حزفه طبعا ممكن نعطيه أكتر من ID بنفس الوقت بيحزفه طبعا في الميموري قد يكون موجود حسب الـ Data تابعنا وحسب structure إلى آخره لكن لما بتقرأه خلص وMarked as deleted فما بيتم حزفه بيتم حزفه لما إيش بيتلموا إنه كل النود اللي في الماكرو نود أو structure رادكس 3 تم حزفها طبعا هذا بيرجعنا على فكرة الـ Garbage Collector اللي موجود في لغات برمجة مثل .NET ومثل Java اللي هي بتظل بتنظف Asian Memory من الأشياء اللي deleted هون نفس الشي عم بحكوا إنه ممكن في الـ Virgins الجاي من Redis احتمال كمان ينزلوا شي بشبه الـ Garbage Collector لكن في حالة Redis هذا باختصار حول XAdd وXDelete وإش الـ Options اللي فيهم Make No Stream والماكسلن إلى آخر طبعا في أكثر من Options لكن نحن حاولنا نشرح الـ Key Options والأهم الـ Options اللي موجودة في XAdd طبعا كمان في جلسات قادمة بإذن الله حول الـ Stream لأنه الموضوع كتير كبير ورح نضل نعطي في هاي الـ Stations إلى أن نخلص ونشوف كيف بإمكاننا نسوي Message Q مع Redis Stream والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة